يعني انا مستغرب ان ازاي ستة كبيرة في السن زي دي ترش السحر كده وتقب فترات طويلة جدا تتراقب الطريق وتبص يمين وشمال ثم بعد ذلك تحط السحر وتطلع الفوطر اللي انت شفتها قدام منك وبعد كده تاخد نفسها وتجري للأسف الشديد يا جماعة السحر المرشوش ده من اخطر انواع السحر وتقدر انك انت يعني كل ما تتلفت على السوشيال ميديا في اليوتيوب او الفيسبوك تلاقي كل فترة كده واحدة عمالة بترش سحر وان لدرجة ان واحدة قالت انا كنت مركبة كاميرات وجيت واحدة صاحبتي تعز علي جدا ودخلت البيت بتاعي وعشان تبارك لي وبقت ترش السحر على الكنب كده وترش في ازازة موجودة معاها ونسيت ان انا كنت مركبة كاميرات في قلب البيت وربنا سبحانه وتعالى كشفها لي الكاميرات يعني سبحان الله اثبتت ان فيه ناس كتير جدا بيحبوا لنا الضرر وان ناس يعني سبحان الله ما نتصدقش لما نشوفهم في الكاميرات ان هم ممكن يعملوا كده لانهم بيكونوا من الطبقة القريبة مننا قرب جديد اوي لكن انا عايز اقول كلمة واحدة بس الكل واحدة بتعمل السحر عشان تضمر حياة اسرة كاملة او عشان تضمر حياة بيت كامل لمجرد ان الشيطان لعب عليها عايز اقولك انك انت بعت نفسك للشيطان عايز اقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من اتى كاهنا او عرافا او دجالا فصدق بما يقول به فقد كفر بما انزل على محمد فما بالك انك انت رحت للساحر واعططي من دم الحيض او اعططي من ماء الرجل او اعططي اشياء تخص اشخاص اخرين عشان تعملي سحر تضمر بيه حياة اسرة كاملة وتضمر بيه حياة بيت كامل ما تفكرش ان ربنا سبحانه وتعالى حيتركك مش حيتركك ده حيفضحك في الدنيا وحيفضحك ايضا في الاخرة ويوم الايامة ملكيش عزر عند ربنا سبحانه وتعالى تيجي مثلا تعتذر تقولي انا ما كانش قصد ان انا اعمل كده او ان انا تبت او ان انا رجعت ما له في الاخرة من خلاق مجرد ما اشتريت السحر معناته انك انت بعت نفسك للشيطان معناته ان ربنا سبحانه وتعالى انت دلوقتي ما عندكش حجة عشان تقابل بيها الله جل وعلا يوم الايامة وعايز اقول حاجة مهمة جدا انك انت لما تروح للساحر زي السحر اللي انت بتعمليه حيتردف اولادك وحيتردف ابنائك وكذا واحد ممكن يسمع المقطع ده يعرف الاشخاص اللي صابوه بالسحر او دمروا حياته بالسحر ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى انتاج منهم ودمر ايضا حياتهم بالسحر اللي هم عملوه وسبحان الله تلاقي مثلا ولد عند الست اللي عملت السحر ده اوعاق او اصيب بمرض او هي اصيبت بابتلاءات شديدة جدا فما تخليش الحجة والغلي اللي موجود جواك الناس او تزي عباد ربنا سبحانه وتعالى واعرف انك انت يوم القيامة مش هيكون لك حجة عند الله جل وعلا ولازم يا اخوان نعرف حاجة واحدة فقط لغير اننا نحصل نفسنا ونحاول ان احنا نحمي انفسنا ونحاول ان احنا نلتصق ونلجأ لله جل وعلا ويكون التصاد ظهرنا بالله ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منا كرب يمنع الالتصاق بعيد عنا بعد يمنع الافتراق والانسان في الحادية لما بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى وبيعرى الاسقار وبيحاول انه يحافظ عليها وبيحاول انه يتقرب لله جل وعلا بقراءة الاسقار يعرف ان الله عز وجل حافظه ويعرف ان الشياطين كلها مهما استطاعت ان ضروا مش هيقدروا انهم يصبوا بأي ضر ليه لان الشخص ده سيكون في حماية الكريم جل وعلا ومن احتمى بالله جل وعلا لا يصيبه اي مكروه ازاي اننا نتحامى بالله الافكار بتاعة الصباح والمساء اية الكرسي الوحدة من قراءها في الصباح كفاته حتى يمسي ومن قراءها في المساء كفاته حتى يصبح فاياكم ثم اياكم انكم تخفلوا عن الافكار لعل ان يجي حد حاقد او حاسد يعمل لنا سحر فيضمر حياتنا كلها المقطع ده لو عجبك مش حاجزك انك انت تسيبه ويقف عندك شاركوا لاصحابك واصدقائك ان انت تعرفهم فاتدلع على الخير كفاعلي لكم اتبتح انا خكم يوسف احمد دمتم فد في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته